السلام عليكم طلابنين رح أحبيكم أكاديمية العطاء الطبية بالبداية نبارك لكم مقابلكم كلية الطب وألف ألف مبروك ويا رب تكون رحلتكم بيئة طبية رحلة مفيدة وممتعة ومكللة بيئة نجاح والتفوق اسمي دكتورة فاطمة إن شاء الله رح أخذكم بمادة الفيزياء الطبية Medical Physics Medical يعني طبي والفيزيكس معناه فيزياء واليوم محاضرتنا رح تكون مقدمة عن الفيزياء الطبية Introduction مقدمة رح نعرف بيها شن هي الفيزياء الطبية إن شاء الله تكون محاضرة حلوة ومفيدة وخفيفة عليكم أسطلاب قبل ما ندخل بالمحاضرة خلنعرف شن هي المواضيع أو الobjectives اللي رح نأخذها واللي المفروض إن شاء الله بنهاية المحاضرة نكون فاهمها أولا رح نأخذ Introduction to Physics يعني مقدمة للفيزياء رح نناقش بيها شوي عن الفيزياء نحن عن تاريخها نعرف شن هي الفيزياء وراها رح نأخذ Classical Physics يعني الفيزياء القديمة أو التقليدية دور نأخذ الفيزياء المعاصرة أو الفيزياء الحديثة Modern Physics وراها نأخذ لنا كم قانون بي الفيزياء كم قانون مهم Important يعني مهم لأس هاي قوانين Of Physics كم قانون مهم بالفيزياء نحن أخذ Medical Physics اللي هي قلنا الفيزياء الطبية Physical Medicine العلاج الطبيعي الطب الطبيعي العفو والPhysical Therapy اللي هو العلاج الطبيعي Therapy يعني علاج تمام المدس نهاي عناها طبقنا وآخر شي عندنا Subdivisions Of Medical Physics بعد تقسيمات الفيزياء الطبية نأخذ كم فرع نأخذ مثال عن كم فرع من الفيزياء الطبية Subdivisions يعني تقسيمات تمام إن شاء الله بنهاية المحاضرة نكون فاهمين كل ذلك المواضيع بما أنه الله سبحانه وتعالى أنعم عليه البشرية بالعقل وميزة عن باقي الكائنات فالبشرية كانت منذ عقود ولحد الآن تحاول تفهم المجال أو الطبيعة اللي تحتويها وعلم الفيزياء هو أحد أهم هذا العلوم اللي يساعدنا بفهم الكون اللي عايشين به بينقاصيا هي يعني التحليل العام للطبيعة واللي يهدف إلى فهم كيفية عمل الكون وطبعا هو معلم ثابت أي يعني كل فترة يجي عالم يطلع قوانين ونظريات وبعد فترة وبعد سنين أقصد يعني يعني عفو يجي عالم آخر يأما يثبت هذه النظرية يأما يتحظى أو يطور من عدها وهكذا فهو الفيزياء أحد أهم العلوم اللي يساعدنا في فهم مو بس الطبيعي حتى كيفية عمل أجسامنا مثل ما راح نشوف إن شاء الله بالسلايدات الجاية على مر السنين كلما كانت الأبحاث تتطور وتتقدم أكثر كانوا العلماء يكتشفون إن الطبيعة أعقد مما أحنا نظن وبالرغم من كون الفيزياء هو فرع أساسي ومهم حتى نفهم هذه الطبيعة بس هو أغلب قوانين قائمة على نظريات صعب تطبيقها بالحياة الواقعية بس مثل ما قلنا كل فترة أو كل سنين كل ما يتقدم الوقت يطلع عالم يأما يتحظ هذه النظريات يأما يطبقها يأما يطورها وهكذا مثل عندنا النظرية النسبية لأينشتاين اللي هي بأساسها اعتمد عليها من خلال قوانين نيوتن بيئة جاذبية وطبعا نيوتن وأينشتاين هم يعتبرون آباء الفيزياء وأهم العلماء بيئة الفيزياء هو مصطلح الفيزياء جاي من كلمة أغريقية اللي هي لفظوها فوسيكا واللي معناها الطبيعة أو الأشياء الطبيعية والفيزياء هو علم به هاي الأفرع وهالأفرع ساعدتنا بفهم وتحليل العمليات الموجودة فهس إذن نيجي للسلايد over the years على مر السنوات over the years يعني خلال السنوات one things شي واحد scientists العلماء scientists have discovered اكتشفوه اللي هو is that nature الطبيعة is generally هي يعني بشكل عام more complex أعقد than we give it credit for أكثر مما احنا نضي أكثر مما احنا نضيها الفضل the laws the laws the laws of physics قوانين الفيزياء are considered هي تعتبر fundamental أساسية أو جوهرية أو فوت بالرغم أنه many of them هواية من عدهين refer to idealized or theoretical يعني نظريات وأشياء غير حقيقية يعني مثالية idealized or theoretical نظريات systems النظام that are hard لهو من الصعب replicated in the real world من الصعب تطبيقهم بالحياة الواقعية بالعالم الواقعي يعني الفيزياء أغلب بهواية مو أغلب بهواية قوانين هي تعتبر نظريات وأشياء مثالية صعب أن طبقها بالحياة الواقعية like other fields of science مثل like other fields of science fields يعني مجالات of science يعني مثل المجالات العلوم الباقية new laws قوانين جديدة of physics للفيزياء built on tenbini or modified modify العفو existing existing law يعني يعني مثل هو محال حال بقية العلوم new laws يعني قوانين جديدة للفيزياء tenbini built on tenbini أو تتغير or modify existing law تتغير القوانين موجودة بالأصل بس تتغير theoretical and theoretical research وعلى نظريات وأبحاث theoretical نظريات وreseرش وأبحاث Albert Einstein theory of relativity نظريات Einstein النسبية نظريات Einstein النسبية which he developed اللي هو يعني كونها أو بناها في سنة 1900 بناها على أساس theories اللي بالبداية بنت theories يعني النظريات البداية بنت أكثر من قبل 200 سنة على يد إسحاق نيوتين تمام؟ لأن النظرية النسبية مع أينشتان تعتمد بالأساس على نظرية النسحاق نيوتين The term physics مصطلح الفيزياء term يعني مصطلح physics يكن الفيزياء is derived from هي مشتقة من Greek word كلمة لاتينية اللي هي fossica اللي شنو معناها معناها which means natural thing أشياء طبيعية or nature أو الطبيعة and this several process ومن خلال هذا يعني several process process يعني عمليات several يعني عديد عمليات عديدة interviews واشياء ومناظر of nature are studied are studied لأبي الطبيعة تم دراستها تمام؟ من خلال الفيزياء الطبيعة من خلال الفيزياء العاف but asper but حسب يعني حسب the definition تعريف of modern physics الفيزياء الحديثة the relationship العلاقة between بين energy الطاقة and the matter المادة is studied يعني من خلال الفيزياء الحديثة احنا درسنا العلاقة بين المادة والطاقة Newton and Einstein Newton and Einstein are considered يعتبرون the father of physics هما يعتبرون آبا الفيزياء various branches branches يعني فروع various عديد يعني فروع عديدة of physics في الفيزياء help us ساعدتنا to understand لفهم natural process العمليات الموجودة بالطبيعة عمليات الطبيعة process كنا عمليات in details بالتفاصيل خلتنا نفهمها with proper analysis مع تحليل تحليل دقيق او تحليل جيد تمام analysis يعني تحليل واللي راح ندرسها واللي راح ندرس في list من هاي branches list of major branches list من البرانشات الرئيسية او الفروع الرئيسية بالسلايدات الجاية ان شاء الله لسا هذا السلايد واضح ان شاء الله ما بيشي هو بسيط مجرد عرفنا شن هي الفيزياء وعرفنا انه اعلم في التطور كل فترة تطلع نظريات جديدة وهو يساعدنا بفهم الطبيعة وعملها الفيزياء تقسم الى قسمين ان الفيزياء القديمة او التقليدية او الكلاسيكية والفيزياء الحديثة فاذا سناخذ بالبداية الفيزياء التقليدية من افرعها عدنا الفيزياء الحركية تمام اللي ساعدتنا بفهم حركة الاجسام والضوء وايضا عدنا الفيزياء البصرية اللي ساعدتنا بفهم تكون الضوء وانتشار وسرعته واللي هو مهم جدا للرؤية والبصر وكذلك الفيزياء الصوت وانتقاله طبعا الصوت هو طاقة حال حال الضوء حال حال الطاقات الاخرى وينتقل على شكل موجات صوتية فالفرع مع الفيزياء الصوتية اللي ساعدنا في فهم هذا الصوت وكيفية انتقاله وسرعته وايضا عدنا ساعدتنا الفيزياء التقليدية في فهم الحرارة وكيفية تكوينها وايضا وظيفتها والاشعاعات الكهروم مغناطيسية والتفاعل بين التيار ومجال التيار ومجال الكهروم المغناطيسي تمام فهذا إذا نجي للسلايد فيزيكس مثل مثل الآتي مثل الآتي بلا منازع بلا منازع أو في متر المادة والضوء لأن الهمات من خلالها سبتهمنا أكثر عملية انتقال الضوء الأوبتيكس البصريات اللي تتعامل اللي تتعامل مع الضوء to the light and its production انتاجها production انتاج transmission التنقل مات الانتقال transmission الانتقال and detection اكتشاف are studied يعني هي الفرع البصريات اللي يساعدنا في فهم كيفية تكون نظر وانتقال sound الصوت and wave motion وحركة الموجات لأن قلنا احنا شنو قلنا الصوت يتحرك على شكل موجات under under it the wave speed من خلال هذا الفرع يعني تحت هذا الفرع شفتهمنا بتهمنا wave speed سرعة الموجات speed هذه السرعة wave الموجة سرعة الموجة and sound production تكوين الصوت and transmission انتقال are studied يعني من خلال هذا الفرع درسنا سرعة الموجات الصوتية وتكوين الصوت وانتقال the heat and thermodynamics الديناميكية الحرارية والحرارة الهيت حرارة this branch هذا الفرع deals يتعامل مع with the process مع عملية مع عملية الحرارة يتعامل وي الحرارة its transmission انتقال and change and its function والتغير بوظيفتها function وظيفة تمام function وظيفة الكترو magnetism الكهروم مغناطيسية الكترو هاي كهربائي magnetism هاي مغناطيسي يعني deals with هي تتعامل مع الكترو magnetic radiation الاشعاء الكهروم مغناطيسي radiation هالاشعاء تمام or we can say نقدر نقول that is inhale the phenomenon يعني هي نظرية نظرية او ظاهرة العفو interaction تفاعل الالكترون الكترك current التيار الكهربائي الكترك current يتفاعل التيار الكهربائي field مجال or مجال هي يعني تفاعل التيار الكهربائي او مجال الكهرباء وي المغناطيك field المجال المغناطيسي تمام فهذا صار واضح السلايد عدكم ان شاء الله يعني هي classic physics قبل سنة 1900 وعرفنا من بعض افرقها انه هي الحركية الفيزياء الحركية والصوت البصريات الحرارة والمجال الكهرباء مغناطيسي ان شاء الله هذا السلايد سيكون واضح عدكم الفيزياء الحديثة علم الفيزياء الحديثة هي قوانين الفيزياء اللي تم تطبيقها واكتشافها بالقرن العشرين يعني من سنة 1900 فما فوق من فروحها عدنا الفيزياء الذرية اللي تختص بدراسة الذرة واشعاعاتها الفيزياء النووية اللي تختص بدراسة النوات ومكوناتها من بروتون ونيوترون وكذلك الفيزياء الكمية اللي تهتم بسلوك الجزيئات والذرات والنوات ومركباتها وايضا عدنا النظرية النسبية العالم أينشتاين اللي تم اكتشافها سنة 1905 اللي من خلالها فهمنا عملية العفو فهمنا سرعة الضوء وعمل الضوء وكذلك الجاذبية وفيزياء الكونيات واستكشاف الفضاء اللي يدرس الكائنات السماوية وكذلك استكشاف الفضاء من خلال الأقمار الصناعية فهذا إذا نيجي المودرن فيزيكس الفيزياء الحديثة المودرن فيزيكس is the 20th century فيزيكس فيزياء القرن العشرين من المين سب ديفيجين تقسيماتها الرئيسية عدنا هي الأتومي فيزيكس فيزياء الذرية اللي شندس من خلالها the interaction تفاعلات مع الأتوم مع الذرة تفاعلات الذرة والرadiations وإشعاعاتها ندرس يعني الذرة والتفاعلات وإشعاعاتها الفيزياء النووية deals with تتعامل مع structures التركيبات تراكيب of nucleus مع النووات المثلية neutron proton وهكذا and the interactions وتفاعلها of the nuclear particles بجزياء النووات وتفاعل جزياء النووات particles يعني جزياء أو أجزاء الكوانتوم فيزيكس الفيزياء الكمية this is a special type of mechanism هو يعني فرع خاص بالفيزياء بالميكانيزم الميكانيكية in which the behavior silook silook of molecules الجزياء atoms الذرات and nuclear particles وجزياء النووات is described تمام يعني هي تدري السلوك إذن الجزياء الذرات والنوات theory of relativity النظرية النسبية اللي يقلنا في سنة 1905 العالم أينشتين proponent اللي هي تمثلنا يعني قانون special principle يعني قانون خاص of relativity للنسبية in which interaction يعني تفاعل very high speed particles أجزاء أو جزياء سريعة جدا جدا مثل عندنا الضوء قلنا are explained تم التفسير later بعديا بسنة 1915 أينشتين presented يعني قدم general theory نظرية عامة of relativity للنسبية in which the definition عرف من خلالها definition التعريف يعني عرف من خلالها لgravitation الجاذبية اللي قلنا هو اعتمد بها على الأساس على قوانين نيوتن was also explained يعني هم فسعة الكوزمولوجي اللي هو علم الكونيات and space exploration واستكشاف الفضاء space فضاء exploration هاي استكشاف in this branch بهذا الفرع the study of دراسة origin structures أصل بعض التركيبات and movement والحركة of various silageals silageal يعني هواية السلجال هيقصد بها الكائنات السماوية يعني من خلالها بتهمنا تركيباتها وحركتها silageal bodies silageals body الكائنات السماوية of the world is studies يعني بالعالم هي تمت دراستها باستكشاف الفضاء space exploration هذا الفرع the branch and the study of فرعلي دراست man-made يعني من صنع الإنسان يقصد بها المان هنا يقصد بها الإنسان man-made من صنع الإنسان or artificial satellites أو الأقمار الصناعية artificial عن صنع satellite هي الأقمار الصناعي يعني on the information received والمعلومات information معلومات received اللي تصلنا يعني from them من ذن من ذن الأقمار is also analyzed هي أهم يتم تحليلها ودراستها تمام أسدني أن بعض أفرع الفيزياء الحديثة قلنا هم يختص بدراست الدرة والنواة وأيضا الجزيئات والنظرية النسبية والفضاء إن شاء الله هسا الهنان يكون الكلام واضح فيزياء المادة المكثفة فيزياء المادة المكثفة يهتم بدراست الجزيئات اللي موجودة بمادة مكثفة وعلاقتها ببعضها يعني على القوة المتبادلة بيناتهم مثل المواد الصلبة اللي بيناتهم قوة تجاذب وكذلك السائلة فهس إذا نجي للتعريف الميزوسكوبic فيزياء المادة المكثفة deals with تتعامل المواد طولها المتوسط ماتر ماتر هاي مادة مكثفة يعني بجزء من المادة مكثفة تتعامل ويا ويا المادة بجزء من المادة مكثفة تمام the scale of these materials ذني يعني المaterials هاي الجزيئات اللي موجودة هنانا حجم هن أو المادة اللي موجودة هن الحجم مالتها can be described as being ممكن وصفها إن حجمها يكون between nano scale size قياس هن بنانو of quantity من الكمية of atoms يعني من nano من الكمية من الذرات such as molecules مثل الجزيئات قلنا هو مثلا الماد يوصف إنا أو يهتم دراسة القوة المؤثرة بين المواد مثل المواد الصلبة والسائلية بين الجزيئات يعني واللي يتراوح الحجم يعني الدراسة إنه يهتم من nano size لحت المايكروميتر تمام فهذا هاي هي الميزوسكوب فإذن مناعدكم بالصورة البروء مالفيزياء البايوفيزيكس الفيزياء العفو الفيزياء الحياتية الميكانيكس الحركية الأكوستيك السمعية الأوبتيك البصرية ثرمو دايناميكس الميكانيكية الحرارية الأستروفيزيكس الفضاء الفيزياء الفضاء الكلاسيكال الفيزيكس كنا التقليدي أو القديم المودرن اللي هو الحديث النيوكليار الفيزيكس الفيزياء النووية والأتوميك الفيزيكس الفيزياء الذرية والجيوفيزيكس هي فيزياء الأرض ذني كلين هسا قلصنا التقسيم مع تقسيمات الفيزياء الكلاسيكية وذني الحديثة قلصناها بعد ما عرفنا شن هي تقسيمات الفيزياء هسا قلنا نأخذ كم قانون مهم بالفيزياء قوانين الفيزياء يتم وضعها بعد عمليات وتجارب عديدة على أمر السنين وحدة ورد ثانية حتى يوصلون إلى فرضية مقبولة بالعالم ويمكن استخدامها في العلم من هاي القوانين أدنى قانون أرخاميدس اللي نص على أنه اللي نص على أنه الجسم الغاطس جزئيا أو كليا بالماء يواجه قوة دفع مساوية لوزن الماء اللي تم إزاحته يعني شن يعني هسا نفرض هسا هذا فتقارب تمام هذا فتقارب سنقول مساحته مساحته أربعة متر أربعة أو خمسة متر هذا القارب من يجي هنا يقطس عليه الماء راح يواجه قوة دفع من الماء تمام لأن الماء مكون من جزئيات ويوجه ثقاط في واجه قوة دفع هاي قوة الدفع تكون مساوية لوزن الماء اللي يزاح القارب يعني القارب من طفاع الماء فأكيد أزاح قارب حتى ياخذ مساحة من الماء فالقوة اللي دافعة إلى بسبب الماء اللي تحته تكون مساوية لوزن هذا السائل اللي أزاح هذا عندنا قانون أرخاميدس وعندنا أيضا قانون أفوغادرو اللي نص على أنه جزئيات الغاز اللي موضوعة بحجم متساوي ودرجة حرارة وضغط متشابهات ثابتات تكون عدد الجزئيات متساوي يعني هنا سجقل ذني 6 هنا هم 6 وغض النظر عن حجم ذني الجزئيات مع طول الحجم متساوي ودرجة الحرارة والضغط ثابتات يعني هنا عدد الجزئيات يكون متساوي تمام فهذا إذا نجي للسلايد important laws of physics قوانين مهمة بالفيزياء physical laws قوانين الفيزياء play تلعب crucial role يعني قاعدة أساسية أو مهمة بي العلم and are considered وتعتبر fundamental مهمة أو رئيسية أساسية many laws هو قوانين of physics are built تم بنائها after various research بعد أبحاث عديدة barriers يعني research هي أبحاث or some are modification كنا مثل يا أما هذا يجعل مثلا يغير من قوانين اللي يمخليها أو الفرضيات اللي يمخليها العالم القبل فهي يعني تجارب مستمرة موشي ثابت or modification of existing laws اللي قوانين موجودة أصلا بالسابق and theoretical research وأبحاث نظرية تمام this articles هزا هنا يعني هذا الشلايد نقصد به deals with important laws راح ناخذ به كمقانون مهم تعانوا عكا وقانون مهم بالفيزياء واللي ساعد the preparation اللي تحضير of various examination لتجارب عديدة وهاللي قوانين فيزياء ساعدتنا بيتجارب عديدة physical laws قوانين فيزياء are conclusions هي نتيجة drown conclusions drown يعني هي نتيجة تمرسمها on the basis أو تم وضعها على أساس long year على أساس سنوات طويلة من scientific observation من الملاحظات العلمية أو التجارب العلمية and experiments والاختبارات which are repeated واللي تم عادتها again and again under different conditions يعني هي تجارب عديدة واللي تم عادتها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة تحت ظروف مختلفة حتى يشوفون كل وحدة شطي نتيجة وياخذون فيطلعون من هذا شيء فتفرضية مقبولة بالعالم to reach للوصول the assumptions الفرضية which can be accepted اللي ممكن قابولها worldwide خلال العالم We all know كل نحن ندري our world عالمنا works in some principles يعمل ببعض الفرضيات أو القوانين and these principles وهالقوانين are drawn تم ورسمها أو وضعها by our scientists من خلال علمائنا in the form of certain على شكل certain physical law هاي القوانين تم وضعها من خلال قوانين الفيزياء معينة منثل عندنا Archimedes Principles اللي هو قانون Archimedes أو مبدأ Archimedes according to this principle حسب هذا القانون أو المبدأ when a body من جسم is partially or totally immersed يعني من ما غاطس بشكل كلي أو جزئي غاطس هاي معناها غاطس in the liquid في السائل its experiences رح تخضع لthrust force قوة دافعة هاي القوة الدافعة من سبب الماء which is equal وهي تساوي the weight was in of the liquid displaced by it displaced يعني هاي تم ازاحة يعني هي هاي القوة تساوي السائل اللي كود هاي سائل معناها تساوي السائل اللي تم ازاحة بواسطة هذا الجسم الافوكادروس لو قانونة اللي تم اللي وضعه بسنة 1811 اللي تم اكتشافه بواسطة discovered by تم اكتشافه بواسطة عالم ايطالي italian scientist اللي اسمه اندوس افوكادرو this law states ينس على the equal volume اللي احجام المتساوية equal متساوي volume حجم the equal volume of all gases لجميع الغازات under the same condition تحت نفس الوضع منه درجة الحرارة temperature درجة الحرارة والpressure الضغط contained تحتوي على equal number عدد متساوي منه الموليكيوز منه جزيئات قلنا الغاز ما طول هو حجم متساوي ودرجة الحرارة وضغط وحده يعني عدد الجزيئات متساوي بغض النظر عن حجمه فهي عدنا هسا القانون ينذني احد قوانين الفيزياء المهمة قانون ارخميتس قلنا انه قوة دافعة الجسم الغاطس العفو في الماء سواء جزئين او كليا يواجه قوة دافعة مساوية لسائل المزاح بواسطة هذا الجسم وايضا القانون ينص على انه عدد الجزيئات للغاز تكون متساوية اذا كان الحجم نفسه ودرجة الحرارة والضغط ثابتين هسا هنا هاي الى حد الان واضحة نجي الى قانون اوم قانون اوم ينص على انه التيار الكهربائي اللي يمشي خلال موصل بين نقطيا راح يتناسب طرديا مع فرق الجهد بيناته يعني هسا هاي بطارية هاي دائرة كهربائية هذا مننا القطب الموجب وهذا القطب السالب التيار نحن نعرف يطلع من القطب الموجب يروح للقطب السالب تمام فمنها كل ما زاد فرق الجهد فرق الجهد يعني من القطب الموجب اعلى تمام كل ما زاد فرق الجهد زاد مقدار التيار مقدار التيار يزيد بشرط انه تكون الظروف ثابتة عندها اشتر الحرارة ثابتة عندها تغير راح يتغير التيار وكذلك الخصائص الفيزيائية مال السلك اللي يمشي بيه التيار يكون ثابت تمام هذا قانون عدنا قوانين نيوتن طبعا ذنة القوانين اغلبهم التماخذيها بالفيزياء سواء بالمتوسط او الاعدادية يعني مثل اعادة لكم بس حتى ناخذ فكرة عنه قانون عدنا اول قانون نيوتن هو قانون القصور الذاتي الجسم الساكن يبقى ساكن دام ما طول ما تأثر عليه قوة خارجية تمام هسا هي هاي الطوبة ثابتة ما طول التلات تضربها ولا يجي هواء قوي يدفعها ولا شيء من الارض ولا هزة ولا هاي تبقى ثابتة والجسم المتحرك هسا مثلا اذا نفرض هاي الطوبة جاي تتحرك جسم المتحرك في خط مستقيم يبقى يتحرك بنفس هذا الخط ما طول ما تواجه قوة خارجية سواء كانت هاي القوة الاحتكاك مع الارض او الهو ما طول ما كو اي مقاومة من اي نوع من اي شكل الكرة او الجسم راح يبقى متحرك بنفس الاتجاه بخط مستقيم هذا قانون القصور الذاتي قانون الثاني عدنا انو هسا اذا نفرض هاي الطوبة ومنها الولد شات تمام القوة المتحركة مال هاي الطوبة يعني حركة الطوبة راح تتناسب طرديا وي القوة المؤثرة اللي هي الشوتة مالولد تمام الضربة مالولد شي اكيد يعني كل ما ضربها اكثر كل ما راح تتحرك اكثر تتناسب طرديا وياها وتتناسب عكسيا ويا وزن ويا كتلة الطوبة يعني هاي طوبة هسا منها خفيفة اذا صارت الطوبة اذقل مثلا راح تتقل سرعتها تمام او اذا مثلا نقول ميز هسا هيك ميز وجاي تدفع وجاي تدفع واحد كل ما دفعها بقوة اكبر كل ما يتحرك اكبر وكل ما كان الوزن مال ميز اذقل هنا يعني كتلة مال ميز اكبر هنا راح تصير الدفع اصعب فتقلل حركة يتناسب عكسيا وياها تمام وتكون اتجاهها باتجاه القوة المؤثرة يعني هسا الولد وين رجلتها يعني وين رجلها متجها راح تروح الطوب وياها الميز احنا بيات اتجاه اندفع راح يندفع هذا القانون الثاني قانون الثالث كل فعل له ردة فعل مساوية له بالمقدار ومعاكسة له بالاتجاه هذا القانون اغلبنا حاضي مثلا هسا اذا طوبت ينمال باليارد صدما تمام راح ينضرب اثنين هنا بنفس القوة شابها تمام في كل فعل رات فعل مساوية له بالمقدار معاكس له بالاتجاه هاي منها جاي منها هاي جاي سرمني صدما كل واحد راح تروح بالاتجاه ثاني هاي راح تروح منها وهاي راح تروح منها الصاروخ هسا عندنا النار تطلع بهذا الاتجاه والصاروخ راح يتجه لفوق تمام الجاذبية الارضية هم تعاكس القمر يتجذب الارض والارض تجذب القمر مثلا عندنا ساعة تكون مسدس مسدس او رشاشة مثلا من واحد يضرب لطلقة راح يحسب وكأنه اندفع شوية لورا خصوصا اذا ما متدرب هاي بسبب قوة الطلقة اللي طالع راح لها ردة تفعل معاكس لها بالاتجاه هي الطلقة تروح يشلنا اخير نقول تروح ورح يدفع شوية الورا هذا القانون الثات مع نيوتين عندنا قانون كولومبوس قانون كولومبوس يسنص لانه هسا مثلا خنقول هذا عمود هاي من المصطر او اي شي معلق بها الطوبتين تمام وهاي الطوبتين مشحونات سواء كانت الشحن مالة سالبة او موجبة تمام فالقوة اللي بيناتي سواء كانت تنافر او تجاذب كل ما اقتربا من بعضا اكيد تزداد كل ما يبتعدا من بعضا راح تقل فمن يبتعدا عن بعضا ضعف المسافة يعني مثلا خنقول هاي هنا صير وهاي هنا صير من يبتعدا عن بعضا ضعف المسافة القوة ما القوة البينات سواء قلنا تجاذب او تنافر راح تقل الربع راح هاي اذا ازداد ازداد المسافة بينات النظاف اذا هاي واضح القوانين فاذا نجي للسلايد نقرأ قانون اوم عندنا اوم لو states يتين على ان الكورنت اللي هو التيار passing اللي مر through a conductor خلال موصل between two points بين نقطين is directly proportional يتناسب طردي يتناسب طردي to the potential difference لفرق الجهد difference فرق potential جهد لفرق الجهد اتناسب طردي مع فرق الجهد across the two point خلال النقطين provided the physical states and temperature of the conductor doesn't change الخصائص الفيزيائية والحرارة والحرارة لهذا الموصل يكون ثابته عندنا ذات غير راح يتغير التيار نجي لقوانين نيوتن اللي هي من سنة 1642 إلى سنة 1727 أول قانون نيوتن بالحركة first law of motion motion حركة high motion motion a body continuous الجسم يستمر in its state of rest بحال بيئة راحة رايست راحة بوضع بيئة راحة قلنا هو يستمر إذا طوبة ماكو عليها أي مؤثر سواء لا هو ولا ضرب ولا أي شي راح تبقى ثابته بوضعها or of uniform motion أو بحركة الوحدة يعني instead right لا بخط مستقيم إذا تحركة الطوبة قلنا بخط مستقيم بدون وما أثر عليها أي شي لا احتكاك لا هو لا أحد وقف لا أحد غير اتجاه راح تبقى بنفس الاتجاه تمشي وبنفس السرعة except ما عدا in so far as إذا تعرضت يعني complete إذا تعرضت إلى external and present إذا تعرضت إلى مؤثر خارج external خارج مؤثر هاي منه مؤثر قوة خارجية الفرس قوة مؤثر قوة خارجية to change that state اللي تأثر على وضع على حركته اللي أيضا هذا يسمع بقانون القصور قانون القصور الذاتي it's also called law of inertia قانون القصور الذاتي قانون نيوتن الثاني بالحركة نسبة التغير rate of change نسبة التغير of momentum بالطاقة الحركية نسبة التغير بالطاقة الحركية is proportional تتناسب طرديا to the impressed force مع القوة الدافعة أو المؤثرة and take place in the direction تاخذ اتجاه take place تاخذ مكان يعني تاخذ اتجاه over the straight line and watch the force act يعني تاخذ اتجاه بخط مستقيم straight line and watch the force act بحسب القوة اللي سلطناها هي وين تمام يعني هاي القوة الحركية مع الجسم تتناسب طرديا مع القوة احنا هاي المؤثرة وتاخذ اتجاه حركتها بخط مستقيم يعني بعبارة ثانية other words بكلمات ثانية بعبارة ثانية force القوة force is equal to the mass multiplied by acceleration قوة تساوي كتلة في التسارع تمام acceleration التسارع لعن قلنا احنا كل ما زادت كتلة الجسم كل ما قلت الطاقة الحركية مات تمام والتعجيل مات تقل التعجيل مات الacceleration القوة الحركية اللي هي التعجيل مات يعني منها هي هاي القوة تتناسب طرديا ويا acceleration العفو التعجيل تتناسب طرديا راح ويا القوة ويا الكتلة newton third law قانون newton الثالث بيئة الحركة to every action لكل فعل there is equal opposite reaction رد فعل معاكز له بيئة التجاه يعني opposite هنا معاكز وإكوال مساوي له بالمقدار تمام reaction رد فعل لكل فعل رد فعل مساوي له بالمقدار معاكز له بالاتجاه this is the principle هذا المبدأ behind اللي خلف recoil field هاي تحسو إحساس الرجعة هاي on the pulling of the trigger of the gun من تسحب الزناد trigger يعني هنا pulling سحب trigger يعني الزناد of the gun للمسدس Columbus law قانون Columbus the force between القوة being to الكتري كارتشار شحنتين كهربائيات قلنا سواء كانت اثنين هن مجابات او اثنين سالبات او مجابة واحدة سالب يعني سواء كانت قوة التجاذب او قوة التنافر تقل reduced تقل to the quarter الى الربع of its former value من قوتها من نسبتها الاساسية عن هالقوة تقل للربع من قوتها الاساسية القبل when the distance عندما المسافة between them بين ذنين الشحنتين double تضاف كيد يجدنا كلمان بعدين اكيد القوة سواء التجاذب او التنافر راح اتقل اذا نقرب وانتزداد the SI unit اللي هو النظام الوحدات العالمي النظام العالمي اللي الوحدات يقصد به اختصار يعني هائلة of الكتري كار شارج لشحنات الكهربائية كولومبوس اللي هي شو كسموه على اسم هو هذا العالم كولومبوس شارز اوغاستن دي كولومبوس هو استغلش هو اللي سواء هذا القانون هسا هاي القوانين كلها واضحة ان شاء الله عرفنا قوانين نيوتن الثلاثة الجسم الساكن يبقى ساكن والجسم المتحرك يبقى متحرك بنفس الاتجاه نفس السرعة ما لم تأثر عليه قوة خارجية عرفنا قانون كولومبوس انه اذا شحنت اذا اذا ضعفت المسافة بينهن الى الضعف هنا راح تقلل القوة بيناتهم سواء كان التجالب او تنافر وعرفنا انه التيار يتناسب طرديا مع فرق الجهد هاي كلهم وارح ان شاء الله قوانين رح للي بعد نجي الى قانون ستيفن قانون ستيفن ينص الى انه اذا جسم اسود الجسم الاسود سنجل هاي صفيحة سودة الطاقة اللي تشعها يشعها هذا الجسم الاسود تتناسب طرديا مع درجة حرارة خينقول مثلا انه قطعة ورق او قطعة قماش قطعة قماش صودة وعاي فيها بالشمس عاي فيها هنا بالشمس نعرف انه الجسم الاسود يمتصل الحرارة اكثر من بقية الالوان تمام يمتصل الحرارة اكثر من بقية الالوان من يمتصل الحرارة تزداد من يمتصل الاشاء مع الشمس والحرارة تزداد درجة حرارة هو تمام وتزداد الطاقة اللي يشعها وراها تزداد الطاقة اللي يشع لأن الحرارة هي نوع من أنواع الطاقة فأكيد كل ما زادت درجة حرارته كل ما زادت الطاقة اللي يشع هذا القانون استيغل قدنا قانون باسكال يقول منا نسلط قوة على الماء منا نسلط قوة على الماء هذا ما يقول نسلط في الضغط عليه هذا الضغط راح يتوزع بكل أجزاء الماء بدون خسارة يعني ما عدنا خسارة بالطاقة راح يتوزع على كل أجزاء الماء بالتساوي هذا القانون وين يستخدمون يستخدمون بالأدوات اللي هيدروليك يسموها هيدروليك ماشينز آلات الهايدروليك الهايدروليكية أو هرسة مثل هذا الهايدروليك اللي هو الزر أو اللي يضغط هذا ذا شايفيه هو على مواقع التواصل مني يخلون فتشيه هنا ويجع صعود وديتمر راحة نفسية أعتقد تمام وأيضا عند قانون أنه الضغط كل ما ارتفعنا كل ما قل الضغط كل ما زاد الارتفاع كل ما قل الضغط الجوه الضغط الجوه يقصد به هذا السبب تلكون دولة الأشخاص اللي يعيشون على الجبال اللي يعيشون على الجبال العالية للأشخاص تكون وجوههم حامرة ليش تكون وجوههم حامرة لأن هاي فوق بالجبال الضغط الجوه من خفض فالأكسجين قليل تمام وحنا نعرف الأكسجين يذوب بالدم كريات الدم الحمر الأكسجين يذوب كريات الدم الحمر فشي سوى جسم الإنسان كوضيفة دفاعية يزيد عدد هاي كريات الدم الحمر حتى يأخذ أكثر عدد من أذرات الأكسجين تمام ما طول هي قليلة فإزيد كريات الدم الحمر حتى يأخذ أكبر عدد من كريات من الأكسجين لهذا السبب تكون وجوههم حامرة يعني عندهم دم هواية ها وين هاي بالجبال بالمناطق اللي يضغط بيها قليل عدنا بعد قانون هوكس قانون هوكس مثل هستشوفون هاي السبرينغي قدامكم تمام هاي السبرينغي قدامكم وهنا مصلطين عليها أو رابطيها بثقل كل ما زاد هذا الوزين كل ما زادت أو قوة الجذب مالتنا كل ما زادت كل ما زادت طول مال السرين مال السبرينغ أو التمدد مات تمام؟ كل ما سحبناها أكثر هل سخلنا أفرض إنه هاي السبرينغي كل ما سحبناها أكثر كل ما زاد التمدد مات هذا يعني كل ما مثلا ضعف القوة سحبناه بضعف القوة كل ما زاد الطول ما التضعف هذا قانون هوكس وعدنا آخر شي قانون بيرنولي نص على أنه الضغط كل ما زادت السرعة ما للجسم قل الضغط المسلط عليه تمام كل ما زادت السرعة كل ما قل الضغط ها وين يستعملوه؟ يستعملوها بالطائرات لأن من هنا سرعة الهواء اللي مار فوق بالجناح من فوق أسرع من سرعة الهواء اللي مار لجوه تمام هذا يكون أكثر على الواجهة تكون سرعة الهواء هنا أعلى لهذا يقل الضغط فمنا نصير فلأن من هنا يقل الضغط ومن هنا الضغط أعلى فيرتفع لفوق ساعدنا بالطائران تمام لأن الضغط من هنا ناصي والضغط من هنا أعلى فيساعدنا بالطائران ليش لأن سرعة الهواء بالجناح من فوق أكثر من سرعة الهواء بالجناح من جوه فإن شاء الله هاي واضح القوانين إذا نجي للسلايد نقرأ ستيفان لو ستيفان سلو الطاقة الكاملة من جسم أسود بلاك بادي جسم أسود إكوال تساوي شنن دا فورث باور القوة الرابعة أو يعني الأس أربعة يقصد الأس أربعة أوف إتس أبسلوت تمبرجة تمبرجة هاي قلنا حرارة أبسلوت يعني يقصد بيه المطلقة يعني يقصد إنو يتناسب تردين وياه الباسكال لو قانون باسكال نص يقول إحنا when pressure applied من نصل الضغط to fluid على سائل هنا الضغط the pressure change تغير الضغط is transmitted رح ينتقل to every part لكل جزء of fluid without loss لكل جزء منها للفلود من السائل without loss من دون خسارة ها وين يستعملوه بالhydraulic machines بالآلات الهيدروليكية like the hydraulic press مثل هذا هنا hydraulic press press يعني ضغط هاي الآلة ما الضغط اللي هي تشتغل works on this principle تشتغل على هذا المبدأ هنا عدكم يقول atomospheric pressure الضغط الجوي degrees يقل with increase in height كل ما زاد الارتفاع كل ما بتعدد الجزئات الهواء عن بعض أكثر وقل الضغط the sae units الوحدة العالمية للضغط is bascal حسب هذا العالم يعني الوحدة العالمية للضغط هي bascal حسب هذا العالم اللي هو establishes this law اللي هو أعلن هذا القانون أو نشر هذا القانون قانون هوك هوك's law شنو ينص على شنو the extension التمدد of spring بهذا السبرينج تمدد من هذا السبرينج is proportional تناسب طرديا to the tension stretching لهذا الجهد المال التمدد هذا الجهد القوة اللي احنا بسلطيها تمام tension هنا يقصد به الجهد أو ضغط stretching يعني هاي تستحب مالته doubling the tension مضاعفة هذا الجهد أو الضغط result in ينتج به doubling the amount of stretch يضاعفنه الكمية مال التمدد Bernoulli Principle المبدأ ماته is states التنص على the speed of moving fluid سرعة الحركة مال الفلود مال السائل fluid وليكوت هنا fluid وليكوت ثنين سوال or gas أو غاز increase تزداد إذا أزدادت يعني the pressure within the fluid degrees إذا أزدادت سرعة هاي السوائل أو الهوى أو الغازات راح يتقل الضغط تمام the aerodynamic lift هاي يعني أقصد المبدأ اللي تشتغل به الجناح مع الطيارة lift يعني ارتفاع أو الرفع on the wing للجناح بيئة الطيارة بال aeroplane بالطيارة is also exiplane يعني هما تم تفسيره من خلال هذا المبدأ لأن قلنا منها سرعة الهوى أعلى فيكون الضغط أقل هنا سرعة الهوى أبطأ يكون الضغط أعلى فيترفعه الضغط جو أعلى فيترفعه هس إن شاء الله هاي القوانين كلها واضحة كمل بقية القوانين هنا طلاب نكون تقريبا وصلنا إلى نصف المحاضرة فماريت الطاول عليكم وشوية اخذوا ريس وبعدين تعالوا رجعوا لي حتى نكمل القوانين وبعدين الفيزياء الطبية وتفاصيل واللي هو يعتبر أهم جزء من المحاضرة فهس شوية كاف ونفسكم وكلو لكم شي حجوا يا أهلكم حتى الدر رجعوا لي حتى نكمل ترجمة نانسي